عكرمة بن ابي جهل هو عكرمة بن عم المخزومي القراشي المكنب ابي عثمان صحابي وفارس من فرسان قريش واحد فرسان مكة اوصافه وصفاته كان عكرمة طويل القامة مفتول العضلات عريض المنكبين حد الملامح حنت البشرة غزير الشعر جهوري الصوت شديد الشبه بابيه عمو بن هشم بالمغيرة ابو جل وكان لين حليما حكيما نشأ عكرمة في مكة في جو مطرف محفوف بالنعيم في قصر المغيرة وتعلم القراءة والكتابة والانساب على يد افضل المعلمين في تهام وكغيره من ابناء العرب تعلم الفروسية وابدى نبوغا ومهارة في المبارزة وفنون القتال وبرز بين اقرانه ببراعته في رمي الرنح وتصويب السهام كما عرف بالشجاعة وخفة الحركة في الكر والفر شارك عكرمة في معركة بدر تحت قيادة والده ابي الحكم المشهور بابي جه العمرو بن هشم مع كفار قريش ورأى عكرمة في المعركة عبدالله بن مسعود يرتقي على صدر ابيه ويقتله فانسحب عكرمة من المعركة مع غيره من فرسان قريش وعاد عكرمة الى مكة بعد ان خلف جثة سيد قريش في بدر فقد اعجزته الهزيمة عن ان يفر بها ليدفنها في مكة وارغمه الفرار على تركها للمسلمين فالقوها في القليد بئر القيت فيها جثث المشركين من قتل بدر مع العشرات من قتل المشركين واهالوا عليها الرمال خرج عكرمة بن عمو الى معركة احد واخرج معه زوجته ام حكين لتقف مع النسوة وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لكفار قريش على القتال وتثبيتا لفرسانها اذا حدثتهم انفسهم بالفرار فكان على ميمنة فرسان قريش خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن عمو وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة اياما طوالا فلفد صبر عكرمة بن عمو وضاق ذرعا بالحصار فنظر الى مكان ضيق من الخندق واقحم جواده فيه فاجتازه ثم اجتازه وراءه بضعة فرسان وتهور غير محسوب قتل على اثارها عمرو بن وود وحسب رؤية المسلمين فقد وعد الله الذي وعده رسوله في القرآن الكريم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق صورة الفتح فكان يوم الفتح فرأت قريش ان لا قبل لها بقتال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فافعنت اي قررت على ان تخلي له السبيل الى مكة لكن عكرمة ونفر معه خرجوا على الاجماع القرشي وهاجم الجيش الاسلامي بتهور فهزمهم المسلمون ففرع عكرمة الى اليمن ثم جاءت ام حكيم امرأة عكرمة بن ابي جهل الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد هرب عكرمة منك الى اليمن وخاف ان تقتله فقال هو امن فخرجت ام حكيم في طلبه ومعها غلام لها رومي فراودها عن نفسها فجعلت تمنيه حتى قدمت على حي فاستغاثتهم عليه فاوفقوه رباطا وادركت عكرمة وقد انتهى الى ساحل من سواحل تهام فركب البحر فجعل نوت السفينة يقول له اخلص فقال اي شيء اقول قال قل لا الها الا الله قال عكرمة ما هربت الا من هذا فجاءت ام حكيم على هذا الكلام فجعلت تلح عليه وتقول يا ابن عم جئتك من عند اوصل الناس وابر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك فوقف لها حتى ادركته فقالت اني قد استأمنت لك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت فعلت قالت نعم انا كلمته فامنك فرجع معها وقال ما لقيت من غلامك الرومي فخبرته خبره فقتله عكرمة وهو يوم اذن لم يسلم فلما دنا من مكة وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها فتأبى عليه وتقول انك كافر وانا مسلمة فيقول ان امرا منعك مني لامر كبير فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عكرمة واثبوا اليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة فما جلس الرسول فوقف بين يديه وزوجته متنقبة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان هذه اخبرتني انك امنتني فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صدقت فانت امن فقال عكرمة فالانا تدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم قال ادعوك الى ان تشهد ان لا الها الا الله واني رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل حتى عد خصال الاسلام فقال عكرمة قال له ما دعوت الا الى الحق وامر حسن جميل قد كنت الله فينا قبل ان تدعو الى ما دعوت اليه وانت اصدقنا حديثا وابرنا برا ثم قال عكرمة فاني اشهد ان لا الها الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله فسور بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله علمني خير شيء اقوله قال تقول اشهد ان لا الها الا الله وان محمد عبده ورسوله قال عكرمة ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اشهد الله واشهد من حضر اني مسلم مهاجر ومجاهد فقال عكرمة ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني اليوم شيئا اعطيه احدا الا اعطيتك فقال عكرمة فاني اسألك ان تستغفر لي كل عداوة عاديتكها او مسير وضعت فيه او مقام لقيتك فيه او كلام قلته في وجهك او انت غائب عنه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه الى موضع يريد بذلك المسير اطفاء نر فاغفر له ما نال مني من عرض في وجهي او انا غائب عنه فقال عكرمة رضيت يا رسول الله لا ادعو نفقة كنت انفقها في صد عن سبيل الاسلام الا انفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا كنت اقاتل في صد عن سبيل الله الا ابليت ضعفه في سبيل الله ثم اجتهد في القتال حتى قتل في سبيل الله وبعد ان اسلم رد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأته له بذلك النكاح الاول جهاده يروي المؤرخون المسلمون انه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عكرمة المرتدين واستعمله ابو بكر على جيش وسيره الى اهل عمان وكانوا قد امتنعوا عن دفع الزكاة وظهر عليهم عكرمة ثم وجهه ابو بكر ايضا الى اليمن فلما فرغ من قتال اهل الردة سارة الى الشام مجاهدا ايام ابي بكر مع جيوش المسلمين فلما عسكروا بالجرف على ميالين من المدينة واستقبله ابو بكر وسلم عليه وعرض عليه المعونة فقال لا حاجة لي فيها فدع له بخير وصار الى الشام وفي يوم اليرموك اقبل عكرمة على القتال اقبال الضامئ على الماء البارد في اليوم القائض شديد الحر ولما اشتد الكرب على المسلمين في احد المواقف نزل من على جواده وكسر غند سيفه واوغل في صفوف الروم فبادر اليه خالد بالوليد فقال له لاتفعل يا ابن العم فان قتلك سيكون على المسلمين شديد فما كان من عكرمة الا ان قال تنح عني يا خالد جاهدة بنفسي ضد رسول الله افا استبقيها الان عن الله ورسوله ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث بن هشم بالمغيرة وضرار بالازور في اربعمائة من المسلمين فقاتلوا دون فسطات خالد اي مكان قيادة الجيش اشد القتال وذدوا عنه اكرم الثود حتى اثخنوا جميعا جراحا واستشهدوا وفاته عن حديد بن ابي ثابت ان الحارث بن هشم عكرمة بن ابي جال وعيش بن ابي ربيع اثبتوا يوم اليرموك فدع الحارث بشراب فنظر اليه عكرمة فقال ادفعوه الى عكرمة فدفع اليه فنظر اليه عيش بن ابي ربيعة فقال عكرمة ادفعوه الى عيش فما وصل الى احد منهم حتى متوا جميعا وما ذقوه ولقد وجدوا فيه بضعا وسبعين من بين ضربة وطعنة ورمية وقد برع عكرمة بما قطعه للرسول من عهد فما خاض المسلمون معركة بعد اسلامه الا وخاضها معهم ولا خرجوا في بعث الا كان في طليعتهم مقام عكرمة يقع في محافظة عجلون بالاردن حاليا بالقرب من مثلث دير الصمادي وهو عبارة عن كومة من الحجارة يذكر السكان ان عكرمة بن ابي جل قد دفن فيها